الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد احتفالية قادرون باختلاف لأصحاب الهمم والذوية لاحتياجات الخاصة بمركز المنارة للمؤتمرات الرئيس السيسي يؤكد أهمية تعزيز دور وزارات التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من فحص ثلاثة ملايين وستمائة ألف مرأة من انطلاق مبادرة لدعم صحة المرأة موجز لهم وآخر الأخبار من شبكة تلفزيون النهار مشاهدين الكرام أهلا بكم شهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم احتفالية قادرون باختلاف لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بقاعة المنارة للاحتفالات وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته في الاحتفالية على أن الدولة تولي عناية خاصة بأبنائها من ذوي القدرات الخاصة إيمانا بقدراتهم وإمكانياتهم ومضيفا أن الدولة تعمل على رفع كفاءاتهم وتنمية مهاراتهم من خلال توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم بجانب اكتشاف مواهبهم ورعايتهم ودعمهم تأكيدا لأهمية المشاركة المجتمعية الفعالة وطالب الرئيس السيسي خلال الاحتفالية الحكومة طالبها بترسيخ وتعزيز الإجراءات التنفيذية التي تقوم بها الدولة في إطار تمكين أبنائها من ذوي القدرات الخاصة وتعزيز مشاركاتهم المجتمعية وضمانا لحقوقهم وتفوقهم في شتى المجالات كما طالب الرئيس جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاصة بالعمل على مكافحة هذه الظاهرة وفي سياق آخر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأشار السيد الرئيس إلى همية دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربية للسعي نحو الارتقاء بالجامعات ومنهجية البحث العلمي للمساهمة في عملية ناء الإنسان وباعتبارهما ركنا أساسيا في بناء الدولة العصرية الحديثة وركيزة محورية لتلبية طموحات الدولة لتحقيق هدف التنمية المستدامة وأكد الرئيس السيسي أن كتلة الشباب تشكل الشريحة الأكبر من المجتمعات العربية ومن ثم تمثل طاقة إيجابية هائلة إذا ما أحسن استثمارها مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بمحور الشباب من خلال صياغة وبلورات خطة عمل طموحة لتوظيف طوقاتهم وتوعياتهم بالتحديات التي تمر بها المنطقة كما أكد سيادته إلى أهمية توظيف التكنولوجيا في خدمة المجتمع وكذلك الاهتمام باللحاق بركب الذكاء الاصطناعي وتعظيم الاستفادة من هذه التقنية ومن جانبهم أشهد الوزراء العرب بالاهتمام اللافت للسيد الرئيس بالمجالين الشبابي والتعليمي وتبني العديد من المبادرات التفاعلية مع الشباب من خلال المؤتمرات الوطنية والإقليمية والعالمية كما وجه الوزراء الشكر للرئيس السيسي لدعمه المستمر لدور الجامعات والمراكز البحفية في بناء الوطن وتأهيل الشباب للمشاركة في الحياة العملية وخدمة وطنهم بالصورة المثلة التي ترقى إلى آمال الشعبي المصري والعربي حناء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد الفين وعشرين وقال الرئيس السيسي في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفرات وقنصريات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج الإخوة والأخوات جميع أبناء مصر بالخارج يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بحلول العام الميلادي الجديد الفين وعشرين متمنيا لكم التوفيق والسداد وأن يكون العام الجديد محققا لأمالكم وطموحاتكم وأن يحمل لمصرنا الحبيبة مزيدا من الاستقرار والتقدم والازدهار مع أطيب تمنياتي وكل عام وأنتم بخير كما بعث الرئيس السيسي برقيات تهنئة إلى ملوك ورؤساء دول العالم التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد وأعرب الرئيس خلال البرقيات عن خالص تمنياته القلبية وأصدق تهانيه بهذه المناسبة متمنيا لهم عيدا وعاما مليئا بالرخاء والتوفيق والنجاح ولشعوبهم ولجميع شعوب العالم المزيد من التقدم والرفاهية أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالا زايد عن فحص ثلاثة ملايين وستمائة وعشرة ألاف وستمائة وثلاثة عشرة أمرأة مصرية بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المنعقدة تحت شعار ميت مليون صحة بمرحلتيها الأولى والثانية وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو الماضي هذا وتستهدف المبادرة الكشف وتقديم التوعية بالمجان لما يقرب من ثمانية وعشرين مليون امرأة بالجمهورية وتشمل التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السرية ختاماً كان هذا مجازاً للإخباري لهذه الساعة من تلفزيون النهار أشكر لكم طيب المتابعة إلى اللقاء